حبايبي الحلوين ازايكم عاملين ايه يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال وحشتوني جدا 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 معاكم رانيا جهري اللي اول مرة يشوفني لو عجبكم اكلاتي ووصفاتي وعايزين تشوفوني تاني انزلوا دلوقتي اشتركوا في القناة وفعالوا الجرس علشان يوصل لكم كل فيديو بنزله ولو الفيديو ده عجبكم عايزة لايك كتير وتشجيع من كملية واشيل لاصحابكم النهاردة هنعمل مع بعض صفرة اسماك هنعمل شربة السفوت بتعمة مميز جدا وبجد بجد مش كلام جربوها اتعجبكم وهنعمل المقلي والماشو والتواجن يعني صفرة متكملة شكل حلو والطعم حكاية يلا بينا نشوف المقادير ما تنسوش اللايك للفيديو والشيل لاصحابكم يلا بينا هنبدأ نحضر اول حاجة شربة السفوت او فواكه البحر معاي كمون وقصبرة وفلفل اسود واي بهرة انت حابة تحطيها براحتك حطيها وبصلة مبشورة وطومة مبشورة وكريم الطاي فواكه البحر سواء بنشتريها مشكلة من السوبر ماركت او السماك او انت بتشكلها على حسب ما انت حابة تحطي ايه معاي في ليه وسلم وغنبري وجندفلي ولو في اي جندفلي مقفول ارميها ما تفكرش تفتحيها علشان الشربة بتاعتك تكون طماحل بجبا بخسلها كويس جدا تحت ميا جارية بعد كده بعمل لها محلول ميا وملح ولمون بنقحل مضي الساعة وبعد كده بصف فيها كويس جدا وبعصر عليها لمون علشان تديني طعم وريحة حلوة بنزل بمعلاء السمنة سبها تسخن وبنزل بالبصلة والتومة مجرد ما تطلع النكهة بتاعتها هبدأ انزل بشربة السيفود اي حاجة انت حبها كابوريا اي نوع سيفود انت حباه حطيه واي شوائف فيها من الاول شليها وانت بتغسليها علشان تديكي نكهة وشكل حلو في الاخر وما تقلبش كتير علشان السمك الفلين ما يتريش اول ما السمك والجنبري يبدأ ياخد لون هنزل بالبهارات ومع علاقة صص هاريسة وتون دي انا عملها ودي اساسي في الاسماك هديها تقليبة سريعة ويكون غالية مية وهنزل بالمية عليها على طول مش هتاخد مني اي وقت مجرد ما تحضريها خمس زائق والشربة تكون جاهزة معاك وما تقطريش في المية وحطيت كمان بصل اخضر ولو عندي الكرية تحطي كرفس برحتك المناكهات دي بتاعتك والمتاح عندك هنزل كمان بكباية كريمة لاباني لو ما عديكيش كباية كريمة لاباني حطي معلقة دي وانتي بتشوح السيفون وبعد كده تنزلي بكباية لبن وبرضو نفس الطريقة والطعم هتاخده هنخشها على الكابوريا دي كابوريا نتي بجيبها وبخسلها جدا تحت مية جارية بتشيل القشرة دي بتكون موجودة تحت هنا تترمي وبكون مخصصة فرشة بخسلها كويس جدا من اي شوائب متعلقة فيها الكابوريا مش بتتنقع بعد ما بخسلها بحطها في مصف وصفيها واخصر عليها لمون ومعايا طماطم وفلفل الوان وبصل وطعم مفرومين وقصبرة وملح وفلفل واي بارة انت حباها برضو حطيها ومعلاقة السوس هاريسة دي اساسي في كل حاجة بعد كده بحط حل على النار عليها معلاقة سمنة بسيبها تسخن كويس جدا وانزل بالبصل والطعم وعلى حسب الكمية عندك حط البصل والطعم بسيبه وطلع نكاتو بعد كده بنزل بالكابوريا الكابوريا النتي بيكون لحمها كتير وحلو بيكون مسكرة هنزل بالبهارات ومعلاقة السوس الهاريسة اللي هي عبارة عن فلفل احمر وطوم ولمون والطماطم وفلفل الالوان عايزة تحطي قرية كرفس اللي متاح عندك حطي واللي انت بتحبيه بس بجد طعمها كان حلو وماخدتش وقت نهائي فعلا اكلها يعني اخدت مني ممكن ساعتين عنزل بمية مغلية واسبها تعيش مع نفسها بس مش هقطر المية هندخل على الماكرونة البلدي السويسي بجيبها بخسلها كويس جدا بدي الدرة دي الدرة بينتصل زفارة وكمان بيكون خشن فبيتشطف بسرعة وبعد كده بنقحف محلول المي وملح ولمون بصفيها كويس جدا وبعصر عليها لمون وغلفها باللمون عشان تديني طعم حلو طبعا ريحتها بيكون حلوة طبعا من بلدي السلسلة بس هي اللي بيكون فيها ما فيها الشوق كتير معي قصبرة وقامون وفلفل وبابريكا واي بهارات انت حابة تحطيها حطيها انا احط البهارات وغلفها كويس جدا واتأكد ان البهارات اتوزعت حلوة اوي تمام اوي كده بحيتها بجد طحفة ومعي السوس الهاريسة ده عبارة عن فلفل احمر وطوم ويفلفل اخضر برضو ولمون وملح ممكن تعمليها وتحتفظ بيها في الفريزر واتطلع على قد الاستعمال ممكن تخليلي بيها كمان الطماطم المخللة هبدأ اوزحها برضو على السمك واسبها تعيش مع نفسها ممكن تقعد ساعة اثنين تلاتة ممكن تعمليها قبلها بيوم وتحطيها في التلاج كل ما تتبيلها بتقعد في الاسماك كل ما تديها نكهة وتتبل وتتملح كويس جدا هاسبها تعيش مع نفسها وطبعا من غير اي كلام انت عارفين انها بتتبطر كويس جدا وبتتقلي زي اي سمك هندخل بقى على الماكريل بجيب الماكريل الراجل فتحولي كده سنجاري الماكريل لنوعين في نوع غالي شوية وفي نوع اقل شوية طبعا الغالي بيكون الاصلي والحلو ومعي اصص هريسة وطماطم وفلفل الوان وبصل متقطعة اي تقطعة انت حبيها وطوم وبصل اخضر وقرات وقصبرة وملح وفلفل وبابريكا وكمون اول حاجة بجيب اللمون وطبعا السمك بيتغسل بدقي الدرة وبعملون محلول الميا والملح واللمون هحطه على الصوص الهريسة واسيبه يعيش مع نفسه شوية واتبل مع نفسه شوية لغاية مجهز الخلطة بتاعته اللي هحطها عليه وادخله الفرن تمام اوي كده وحطبك على النار او طوصة فيها شوية زيت ومع لقسمنا وانزل بالبصل اللي انا مقطعه مجرد بس ما يطلع النكهة بتاعته هبدأ انزل بالفلفل الالوان والطماطم بجد الريحة كانت فضيعة قلب البيت وانزل كمان بين فهرات بتاعتي اللي هي كامون والفلفل والبابريكا لان كل حاجة انا هحطها السمك هيشربها بعد كده تمام اوي كده بجيب صنية بقطع فيها بصل وطوم ولمون ولو عندك لمون يعني لكن انا يعني حط على لمون كتير فما ارضتش اقتر في اللمون ولا قشر اللمون علشان ساعات القشر اللمون بيعمل مرارة بعمل ارضية علشان السمك ملزقش مني تمام اوي كده لو هتحط السمك على طول في الفرن حط الخلطة وهي سخنة لكن لو مش هتحطيه في الفرن على طول سبعتها ده وتبرد وحطيها لما تيجي تحطيه في الفرن هنزل بالخلطة اللي انا عملتها وهوزحها كويس جدا ودخلها في الفرن تعيش مع نفسها وحط شوية زيت علشان اللي بيحب ياكل بالعيش ياكل واللي يحب ياكل بالروس عادي ورشة ملح بسيطة تمام اوي كده ممكن نحط شرايح لمون ورشة فلفل اسود هنيجي ندخل عالجانباري انا بجيب الجانباري بشيل السلسلة الدهر وعمللكو فيديو ان شاء الله ازاي تشيل السلسلة الدهر من غير ما تفتحي ولا اي حاجة وبقص الرجول بتاعتهم والشكل يبقى عشان يبقى شكله يبقى حل ومعايا بصلة متقطعة ايه تقطيع وطوم وفلفل الوان وطماطم ولمون بنزل بالبصلة والطوم وانزل بالفلفل الوان والطماطم الاكلة سريعة جدا وبسيطة جدا بس الطعم في الاخر حكاية هبدأ انزل بالبهارات بتاعتي اللي هي فلفل وكسبرة وكمون تمام قوي كده وهنزل بالجامباري اللي انا غسله برضو تحت المياه جارية وبنقعه مجرد نصف ساعة بس مش اكتر وبصفيه وبعصر على اللمون يعني مش زي الاسماك الحاجات دي مش بتستع يعني مش بتتغسل زي الاسماك قوي لانها بيكون حساسة حساسة شوية بحط معلقة السوس هاريسة وبقلبها مجرد ما الجامباري يعني بيحس بالنار لونه بيغير وبيبدأ يدخل في السوا هنزل بنص كبات مياه مش اكتر علشان السوس بتاعي ويكون مركز وكده بعد ما دخل في السوا واخد غلبة حلوة تمام قوي كده شايفين شكله جدي كان طعمه حكاية والسوس بتاعه كان حلوة جدا وادي الكبارية وهي بتاخد غلوتها وشربت السفوت برضو شايفينها عاملة زي يعني الاكل بصراحة كله كان حلو جدا وعملت مع روسة ابيض علشان اللي عايز يخد من السوس يحط الروح على روس الابيض والمقارونة علشان ما تشربش منك الزيت تخلي الزيت سهن جدا ما تقلبهاش كتير علشان ما تتهرش منك وعايز اوريكو قد ايه هي طلع كريسبي وكمان المنديل من تحتها منديل المطبخ مفهو شوالا نقط الزيت شايفين عاملة زي وكان طعمها برضو حلو جدا شايفينها عاملة زي وهوريكو شكل الاكل كله كان طعمه حلو ومزبوط في الملح والطعم كان حكاية ادي المقارونة وادي السمك المكريل وكمان الجامباري والسوس بتاهو كان حلو قوي والرز الابيض من فلفن والكابورية وشربة السفود الجبارية لو عاقبكم الفيديو متنسوش اللايك والشير شكرا شكرا